تتسعى رقة ملاحقة المتورطين بسرقة المال العام ومكافحة الفساد بعدما كانت تقتصر على مستويات معينة الحراك البرلماني والحكومي في هذا الصداد نتابعه مع أحمد ليث هو ليس العمل نفسه ولا الحراك نفسه كما كان لهيئة النزاهة يتحدث مختصون ففي الفترة الحكومية الحالية توسع نشاط مطردة السارقين ومكافحة الفساد بجميع المفاصل وهذا ما أثبتته الإحصاءات الرسمية للهيئة في تقاريرها هيئة النزاهة دورها أصبح هو أفضل مما كان عليه قبل عشرة سنوات على سبيل المثال بعد العملية إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بعد أن كان هناك تحجيم لها الدعم السياسي هو بلا شك مهم جدا إذا ما توفرت المعايير الحقيقية للذهاب إلى بناء دولة المؤسسات على اعتبار بأن النزاهة اليوم هي تعتبر اليد الضاربة للقضاء وهي يد الضاربة للدولة العراقية البرلمان توجه أيضا إلى جانب نشاط هيئة النزاهة الحالي بإعطائها كامل الدعم والمساندة التشريعية خصوصا مع وجود التنسيق المباشرة في البحث عن ملفات الفساد وفتحها وتشخيص مكانات الاختلاس والسراقة لدينا قوانين مهمة شرعت في لجنة النزاهة النيابية كان أهمها قانون استرداد الأمال قراءة أولى وقراءة ثانية وهذا قانون لم يبصر النور في السنوات السابقة اليوم نحن ماضين في موضوع السعي الجاد لتشريع قانون جديد وآخر ومهم أيضا وهو الكسب الغير المشروع من أين لك هذا القانون يحد من الفساد الذي أصبح للأسف الشديد آفة تنخر مفاصل الدولة ويمكن هيئة النزاهة المضي قدما لإتمام أعمالها وبجانب الدور السياسي وتأثيره على ملف محاربة الفساد الحكومة أعلنت مرات عديدة على أنها قد تلقت إعطاء مساحة مفتوحة من جميع الأحزاب بدعم هيئة النزاهة في كل خطواتها وتحركاتها التي تطمح إلى تحجيم الفساد بتنوع أشكالها أحمد ليث بغداد قناة الرابعة